طيب لجنة المسابقات وكابتن عامر حسين كابتن عامر حسين بعاتلي يعني اكتر من رسالة زعلان النانا بيقول ان انا بهد انا ما بهد موش انا بدافع عن حق النادي الاهلي فترة من فترات كنت بقول ايو احنا مضغطين جدا 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 وعندنا مسابقات بعيدة عن المسابقة المحلية فالوضع الطبيعي انا كنادي اهلي بمثل مصر انا بمثل النادي الاهلي طبعا بس بمثل مصر في المسابقات دي لما يبع عندي كاس عالم الوضع الطبيعي انك هتأجلي ماتشاتي طيب احنا طالبنا ان الماتشات تتأجل ايه الهجوم فيها بقى دي مفيش طيب جينا بعد كده لبطولة افريقيا وماتشات النادي الاهلي المتتالية المتتالية كلمنا برضو عن ان ما يصحش ان انت تحطيلي في وسط ماتشات خارجية تحطيلي ماتش قبلها بيومين ثلاثة وكان الكلام كله على ماتش معظمه كان على ماتش المقاولين قبل ماتش سانداونز لو تفتكروا حضراتنا وقلنا ما يتحطش الماتش ده قبل الماتش دوت لان عندنا سفرية وعندنا ماتش بعد ثلاث يام وسفرية جنوب افريقيا اصلا يوم كامل انا ما بقى هاجمش انا بطلب الطبيعي ليه بقى الطبيعي لان معلش كابتن عامر انت قلت اكتر من تصريح ان النادي الاهلي عامل لنا مشكلة بسبب مشاركته في كأس العالم الاندية وانه هم كمل في البطولة الافريقية انا انتقدت الكلام ده انتقدته لان لا بالعكس النادي الاهلي مش عامل مشكلة النادي الاهلي مشرف مصر بانه هو مكمل النادي الاهلي شرف مصر وخذ البطولة الافريقية وكمل برغم الصعوبات ولو تفتكروا حضراتكم اللي حصل ماتش سانداؤنز وشوفنا فترة فترة ايه اغلب المباراة احنا كانت حطلنا ماتش الماولين قبلها بيومين وسفرنا بعديها ولعبنا بعد الماتش ب pathways 3 ايام بعد الماتش الماولين ب秋 ايام وفيها سفر وكنا مش شايفين كلنا اللعبة مش قادرة اللعبة مش قادرة واحنا انتقدنا ازاي تحط ماتش الماولين قبل ماتش سانداؤنز واحنا اصلا مسافرين لعب بعد يومين 3 ديني بس حق من حقوقي مش عايز اخد حق حد تاني بس لازم تراعيني انا الراجل او انا كنادي بمثل مصر في البطولة وانا اللي مكمل انا الوحيد اللي مكمل ما احترامي الانديا اللي دخلت انا الوحيد اللي مكمل بدل ما تسهلي الامور وتقف جنبي مش عشان خاطر النادي الاهلي عشان خاطر ان النادي الاهلي بيمثل مصر بس هو النادي الاهلي ايه ممثل ايه ممثل الكرة المصرية في البطولة وهو الوحيد المكمل وعنده ماتشات صعبة مر بظروف صعبة النادي الاهلي مر بظروف صعبة في البطولة دي عشان كده بقول البطولة دي من أغلى البطولات هي والتسعة كلنا طبعا فاكرين التسعة لما تتنسيش إنما دي من أغلى البطولات لأن قابق أو سين أو أدنى من الخروج لبطل بطل إفريقيا للمرة الحداشة رقم قياسي أعتقد مفيش حد هيوصله بالسهولة مفيش حد هيوصله بالسهولة عشان كده أنا ما كنتش بهاجمك كابتن عاد بالعكس وعشان تعرف إن أنا ما بهاجمكش أنا كنت بطالب بحق محوق الأهلي تعالوا نشوف النادي الأهلي الفترة الأخيرة بعد بطولة أفريقيا بنلعب كل دي إيه ماتشات كل يومين ثلاثة هم يقولوا لي كل تلاتة يام لا هي مش كل تلاتة يام هي كل يومين تقريبا لأن إحنا بنلعب ماتش اللعيفة بتاعتنا أولادنا بيخرجوا من الملعب يكون خلاص ثاني يوم عادة يعني عادة الساعة 12 فبقيت ثاني يوم خلاص أنا النهاردة الحد بخرج من الملعب يوم لتنين عندي ماتش بعد بكرة يبقى يومين مش ثلاثة يام يعني النهاردة لو شفنا جدوى للنادي الأهلي وما فيش اعتراض يا كابتن عامر إحنا عايزين ننجح المسابقة مفيش حد من نادي الأهلي بيعترض بالرغم إحنا النهاردة اتنين يوليا لحد تلاتين يوليا إحنا عندنا تسعة مباريات يعني يومين والثالث مباراة يومين والثالث مباراة خلينا نتكلم على ماتشهات الدوري الأول وبعدين نيجي للماتش اللي تحط من غير أي لازمة دوت اتنين يوليا النهاردة الأهلي وفيوتش عندنا بعد يومين أو بعد تلات يام من النهاردة الأهلي والإسماعيلي خمسة يوليا وبعدين إن شاء الله إن شاء الله تكون دي ماتشهات التتويج إن شاء الله الاتحاد والأهلي تمانية يوليا الأهلي والزمالك تلاتتاشر يوليا يعني لولا بس إن أنا بحب إن النادي الأهلي يكسب كل المباريات كنت تتمنى حاجة تانية من تلاتتاشر يوليا بس إن شاء الله النادي الأهلي يحسنها النهاردة وماتش الإسماعيلي وماتش الاتحاد بإذن الله رب العالمين بعد الأهلي والزمالك 13 يوليا المأولين والأهلي 16 يوليا وبعدين الأهلي والحدود حرس الحدود يوم 19 يوليا طبعا معظمهم مؤجلات مؤجلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في كاس العالم الأندية وبطولة إفريقيا 19 يوليا خلصنا من ماتش الحرس بيراميدز والأهلي 23 يوليا المصري والاهلي 26 يوليا وده اخر ماتش في الدوري خلصنا ماتشات الدوري مفيش اعتراض ما بنعترش على حاجة لان دي ماتشات علينا واحنا يا سيدي معاكو احنا معاكو يا كابتن عامر عشان تخلصوا زي ما انتو عايزين اخر الشهر او في شهر يولي برغم ان ده فيه ضغوط جمدة جدا 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 على لعبتنا وعلى الاجهزة بتاعتنا ولكن ماشي مكملين محدش تكلم ولا المسؤولين في النادي الاهلي تكلموا احنا معاكو عشان ننجح المسابقة ونخلصها ان شاء الله بإذن الله على خير طيب جينا بقى لمباراة في كاس مصر يوم 30 يوليا الاهلي والدخلية كويس اوه احنا تكلمنا عن المؤجلات في الدوري وماشي بقيت الماتشات بتتعب كل 3 يام بس يعني انا الناس بتقولك ايه؟ انا النادي الاهلي واخد حق اكتر من حقوقه طيب اللي بيتكلمه يقوله الكلام ده اللي بيتكلمه يقوله الكلام ده النادي الاهلي وقت فين حق أكتر من هو واللي بيحصل اليومين دول النادي الاهلي بيلعب كل تلاتة عام وبقول لحضراتكم ما فيش حد يعترض ولا يتكلم من النادي الاهلي احنا بنلعب مادشات مواجلة بسبب مشاركة احنا بندفع تمن نجاحنا ماشي واشنا موافقين احنا موافقين مفيش مشكلة ولكن ايه حكاية ماتش الداخلية اللي معمول يوم 30 يعني اولا احنا مزنوين كل يومين 3 ماتش في الدوري لحد ما هنخلص يوم 26 طيب يوم 30 يوليو الكاس قدام الداخلية في دور ال16 هو هل الكاس هيتكمل السنة دي محدش يعرف الاجابة فين محدش يعرف طيب الداخلية خلص خلصنا من النادي الاهلي ماشي نجي على الداخلية الداخلية اخر ماتش لها يوم 14 يوم 14 يوليو قعدت يبقى هتكمل اسبوعين تعطت مرة مستنية الماتش ده مريحة بس قعدة اسبوعين مستنية ماتش النادي الاهلي في الكاس طيب نزلت النزول ده بيبقى فيه هرجلة وفركاشة ودربكة في حاجات كتير قوي 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 خلاص يعني لقدر الله نزل الأمور كلها انتهت بالنسبة له اللعيبة راحت ولعيبة مشيت ولعيبة عايزة تسيب النادي ومدرب ممكن يمشي والموضوع خلاص بالنسبة لهم بقى برا برا اي حاج يعني لهم لقدر الله نزله يوم 14 حيفضلوا مستنين لحد يوم 30 ده مين اللي حيروح تمرينه ومين اللي حيبقى لي نفسه ومين اللي حيدربه مين يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي ماشي وبتكلم عن الداخلية كمان موضوع خص حيلعبني في الماتش ده لما اتكلم عن النادي الاهلي واقول وضعه وبسألك ليه ماتش يوم 30 انا عايزة ليه هو الكاس حيتكمل السنة دي ايه يعني ايه وجه الاستعجال انا مش فاهم الماتش المالوش لازم اتحط يوم 30 علشان ايه طالما الكاس حيتلعب لسه وحيكمل احنا مش عارفين حيتكمل امتى حيتكمل السنة الجاي خلاص يا سيد مخلي الماتش ده السنة الجاي على ال ادي الراحات للفرق المناسبة على ال ال ادي الراحات المناسبة كمان للفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي اللي مش عارفه ما صيرها لسه لحد دلوقتي مش فاهم هو ماتش انا مستغرب له تحط ليه يوم 30 انا معرفش انما زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي تمن نجاحاته وتمن بطولاته بيتفحها واحنا راضيين فما فيش مجاملة للنادي الاهلي والدليل اهو لو انت عايز تجملني فاهم كنت هتقول لا ايبا النادي الاهلي يلعب كل 4-5 سيام ماتش لا اني طول المسابقة وتخلص في اوال اغسطس بل ما تخلص اخر يقول لي انه ما فيش مجاملة مجاملة ايه هو فيه هو اللي بيحصل ده انا هجيب لكم الارقام اوري حضراتكم النادي الاهلي لعب كم مباراة سنة دي لجميع البطولات وتقولولي ساعتها النادي الاهلي اتجامل فعلا اتجامل من هنا في المسابقة المحلية اتجامل من حد هنا ولا بالعكس في بعض الوقات لا اتداس عليه شوية النادي الاهلي ما بيتجاملش ولو انه احق بالمجاملة النادي الاهلي ما بيتجاملش ولو انه احق بالمجاملة والدليل انجازاته وارقامه وبطولاته